أهلاً بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وموضوع شفاء العالم أشار قداسة البابا فرانسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتواجدين في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكان إلى الأزمة التي نمر بها بسبب جائحة كورونا مبيناً أنه يمكن الخروج منها إذا سعينا جميعاً إلى الخير العام كما دعا قداسته الطلاب والمعلمين العائدين إلى مدارسهم ومعاهدهم بأن يكونوا صانعين للمستقبل حتى ينتصر السلام بين الناس وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر المحبة والإحترام المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثاً والمرضى والمتألمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في المحبة والخير العام وذلك في إطار تعليمه في موضوع شفاء العالم قال قدسته تؤثر الأزمة التي نمر بها بسبب الجائحة على الجميع ويمكن أن نخرج منها ونكون أفضل مما نحن عليه الآن إذا سعينا جميعاً ومعاً إلى الخير العام لذلك فالجواب المسيحي على الجائحة وما نتج عنها من أزمات اجتماعية واقتصادية يقوم على محبة الجميع دون استثناء هذه المحبة لا تقتصر فقط على علاقات فردية بل تشمل أيضاً علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وتؤتي ثمراً كثيراً وأضاف قدسته المحبة قادرة على أن تولد هيكليات اجتماعية تشجعنا على المشاركة بدل المنافسة وتسمح لنا بالاهتمام بالفئات الضعيفة وعدم إهمالها أما إذا كانت حلول الجائحة تحمل أثر الأنانية فربما يمكننا أن نخرج من أزمة فيروس الكورونا ولكن بالتأكيد لن نخرج من الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي أظهرها الفيروس وزادها ولبناء مجتمع سليم وشامل وعادل ومسالم يجب أن نبني على صخرة الخير العام وفي الختام قال كدسته حان الوقت أن نزيد من محبتنا الاجتماعية وأن نساهم جميعاً فالخير العام يتطلب مشاركة الجميع وبمساعدة الله الذي يسبكنا دائماً بمحبته يمكننا أن نشفي العالم وأن نعمل معاً من أجل الخير العام والآن تحييتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين لللغة العربية إن الكثير من الأشخاص صفحات الجميع الاعلام وإن readers في الشعب العربية في إسمعوا الاجتماعية أن تحييت تغيير العام التي تحييتو يتكن قد تحدد نهاية تتعين الذين أن نعطوا للمواد المؤسسين أن جيدًا لكم الأشخاص لو كان يتعانك من ألعاب دون يشوفين سيفر الزائع يوزين يزدون يسعون في منطقين يجب أن نساهم تغيير وعالي dove la pace possa triunfare nel rifiuto di ogni forma di violenza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Grazie a tutti. Grazie a tutti.